أن يكون شارع عام في بيروت فارغاً إلا من طيور وجدت أمانها فيه مشهد غير اعتيادي لكنه يتكرر منذ انكفاء الحركة الذي فرضته مواجهة وباء كورونا يدفع هذا المشهد البعض إلى تحدي إجراءات الحجر لملاقات ما يشيعه من هدوء وسكينة الإيجابيات الأولية أنه ارتحنا من الضجة والعجأة الهوى أكيد أنقى بقش مثل قبل يعني كنا الرويح اللي نشمى والغازات اللي عم تطلع من المعامل هيده كلها فرقت كتير يعني هلا بتجد بيروت صارت مثل الجبل يعني كأنك عم تمشي بالجبل بالطبيعة تغير المشهد الذي يضلل بيروت ومختلف المدن الساحلية لم تعد الغمامة السوداء التي طالما غطتها موجودة فقد تراجعت نسب التلوث في الهواء وبات الفارق كبيرا في مستويات ثاني أكسيد نيتروجين مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي باستخدام صور الأقمار الاصطناعية شفنا تراجع يقدر بـ 75% كمعدل شهري بالفترة الصافية تسكير مقارنة مع ذات الفترة بالـ 2019 هي النسبة تاني أكسيد نيتروجين تراجعت بسبب تخفيف من مصادر احتراق الوقود وخصوصا بالسير تباطؤ حركة السير وتوقف النشاط الصناعي ساعدا على تنقية الهواء بعدما كان يزيدان من التلوث في ظل غياب خطط جدية لتنظيم النقل العام انعكس ذلك هدوءا طالما افتقدته المدن شفنا إيجابيات مثل تراجع التلوث الضوضائل الضجة وخصوصا بالمدن كمان هذا شيء بيقلنا انه نحن لازم نفكر نوضع برامج شوية نزيد من المساحات الخضرة الطبيعة استراحت واستعادت نقاءها ولكن عودة النشاط الاقتصادي حتمية ما يوجب الموازنة بين هذه العودة وعدم خسارة نقاء الطبيعة في بلد مثل لبنان لا تأخذ الطبيعة ما تستحقه من أولوية تبدو هذه النتيجة الإيجابية موقتة غير مرشحة للاستمرار على المدى الطويل كلودي أبي حناء الغد من بيت مره جبل لبنان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر